كابتن بشير بس اتقمنك على يوسف اوباما يوسف اوباما زي ما قلت لكم وعنده اصابة والسنة بس هو عنده كسر في الفك ودي اصابة ما عرفش انت تقولولنا بقى دي بتاخد وقت لانا الدكتور محمد اصامة كمان اعلى لان هو هيبى في جراحة بكرة وهيحدد بقى المعد يرجع امتى مش عارف هو زمالك حظه ايه ولا يعني كل الم بس هو لا هو غير الزمالي حتى الاصابات الاخيرة غريبة طويل يعني يعني عمام هاشور اصابة ما عرفش عاملة ازاي ادي كسر في الفك يا با يعني اصابات بس غريبة دي دي كسر الفك دي دي يعني نادلا قوي يعني معمول حاجة يعني معمول له عمل مسلا زمالك باوه بيتاخد وقتا دي كسر الفك الله ما عرفش بالزبط بس يعني كن حصل مرة واحدة واحنا موجودين كان احمد السيد بس المتالي عاد شهر شهر وحاجة ده يبقى الاهن بقى فكوا كمان فمعرفش الحالة بالزبط يبقى عامل ازاي عموما الف سلامة يوسف قباما لعب كبير ولعب مهم في نادي الزمالك الحقيقة يعني طبعا ان شاء الله الف سلامة عليه ويرجعب الف سلامة برضو امام عشور حط على الانستجرام حطت صورة ليه هو وقاسد كده وبتاع بيلمح انه قرب يرجع يعني امام عشور الناس اتعملت ان اصابة ممكن تقعد ثلاث شهور لا مش اتعملت والكلام اللي تقال كده هو كمان طريقته خروجه وخلع الكتف لكن يبدو ان الامور الحمدلله استقارت العملية اللي عملكت اللي الحمدلله كويسة وهو حطت هوت اسد وحطت ليه صورة ده تلميح لرجوعه قريب وانا يعني انا فيه ناس بتقول لي خلال اسبوعين امام حيبة في الملعب ممكن ليه لا عادي يعني اه وده اعتقد يعني ديت بشرة خير للاهلي لانه في مراحل لا وفي مراحل جاي انت بتتكلم افسي مفاعلين ماتشات مهمة اه يعني ماتشات مهمة جاية يعني صحة بالنسبة لها دي الاه